وداعاً لبلطجة السائس أول تطبيق لقانون تنظيم انتظار السيارات في شوارع الجيزة معكم أنا نور الصباح أهلاً بكم على مدار السنوات الماضية كانت هناك معاناة من هذا الشخص الذي ينظم عملية صف السيارات في الشوارع حتى أصبحت ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع المصري وأصبح كل شخص يمسك بمنشفة تلميع السيارات وينصب نفسه واصياً على شارع أو منطقة بعينها هكذا عنوى ويفرض إتاوة على كل صاحب سيارة اضطرته الظروف أن يصف في منطقة هذا الشخص إلى أن خرج الأمر عن السيطرة وتدرج سعر الإتاوة ليصل إلى 20 جنيهاً وفي بعض الأحيان 50 جنيهاً كل هذا حتى تتمكن من صف سيارتك لساعتين وربما الساعتان ليستا كافيتين لإنجاز مصلحتين في المكان الذي وصلت إليه لكن في الفترة الأخيرة وجهت الدولة نظرها على السائس لمحاولة إيجاد حل إلى أن خرج مجلس النواب بقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلامياً بقانون السائس والذي يستطيع من خلاله السيطرة على مشكلات السائس ويقنن وضعه لكن بقي السؤال متى سيطبق هذا القانون حتى يرحم المواطنين من بلطجة السائس؟ وبالفعل في اليومين الماضيين بدأت بعض الأحياء بالجيزة بتفعيل القانون في الدقي والعجوزة وهذا أكده مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة والذي قال إن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح طبق قانون تنظيم انتظار المركبات أو ما يطلق عليه قانون السائس في نطاق الحي بعد طرح بعض الشوارع في مزايدة علنية فازت بها الشركة الوطنية وقال إن بداية تطبيق القانون كانت في الشوارع المحيطة بمسجد مصطفى محمود وهي الثورة مكة ميشيل بخوم السمار وأضاف المصدر أنه سوف يطبق تحصيل الرسوم حسب لائحة محافظة الجيزة المقررة والمفترض أنها عشرة جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملك وعشرون جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل وثلاثون جنيها للانتظار المؤقت للأوتوبيسات الكبيرة طبعا بالإضافة إلى أنه سوف يكون هناك ثلاثمائة جنيه شهريا إذا أردت صف سيارتك أسفل منزلك القانون أيضا حدد قيمة الانتظار بأنه لا بد أن تكون معلنة على يافطة محدد عليها الأسعار باليوم أو بالساعة أو بالشهر ولا بد أن يكون معلقا على اليافطة رقم خاص بالسائس بجانب اسمه على كارت يتم وضعه على صدره كما أنه لا بد أن يرتدي زيا معينان حتى يتعرف عليه صاحب السيارة بأنه المسؤول عن مكان الانتظار هذا ولو حدث والشركة المشرفة على الشارع امتنعت عن عمل ذلك سيتم تغريمها ومن الممكن أن يصل الأمر إلى سحب الشارع والمنطقة منها كما أن محافظة الجيزة خصصت ساحات انتظار مؤقت بأحياء الدق والعجوزة منها ساحتان في شارع مصر والسودان وواحدة بعد كراج هيئة النظافة بشارع مصر والسودان وأخرى بعد منطقة المساكن وساحتان في شارع التحرير بعد مقار في اتجاه ميدان الجلاء وواحدة أمام سيتي درينك وساحتان في شارع التحرير لاتجاه الآخر وساحة عند شارع السد العالي والثانية قبل مدرسة عامر عبد المقصود بالإضافة إلى أربع ساحات في شارع الإدارة العامة للمرور في منطقة بين السريات أيضا هناك ساحات انتظار أخرى منها أربع ساحات في شارع مصدق واثنتان في شارع وزارة الزراعة وواحدة عند مشروع شارع ثلاثمائة وستة وثلاث ساحات في شارع الدق وساحتان في شارع سليمان أباضة وساحة في شارع سليمان جوهر وأربع في شارع شهاب واثنتان في شارع البطل وساحة في شارع النيل والثانية عند مسرح البالون لكن رغم بداية تطبيق القانون في الجيزة إلا أن المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب قال إن ما قامت به محافظة الجيزة هو تطبيق استثنائي ولا يجوز المطالبة بتعميمه لأن المسألة أكبر عما يحدث وقال إن قانون السايس الذي صدر في سنة 2020 يحدد آليات الانتظار بما يعظم الموارد وينظم الأداء لصالح المواطن وبالتالي سيقضي هذا على المشاهد الفوضوية بشكل كامل كما أن هذا القانون سوف يجعل السائس يتولى عملية التنظيم على الأرض لكن تطبيق القانون سوف يتطلب منح الجهة الإدارية السلطة والإلزام لاختيار الشوارع التي سيكون الانتظار فيها بأجر وكم قيمته وما هو الموقع المجاني لأجل ذلك السجيني شدد على أن هذه الخطوة هي عملية تنظيمية بحتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر